هذا الفيديو هو القسم العملي للسلسلة النظرية اللي راح نحكي عنا واللي بلشناه مبارح بكيفية تعلم الافتتاح الاسباني او كيفية احتراف الافتتاح الاسباني الافتتاح الاسباني هو الجزء الاول من اجزاء كتيرة راح تشمل ان شاء الله كافة الافتتاحيات فشفنا مبارح القسم النظري الاول اللي برد على دفاع شيلمان طبعا الافتتاح الاسباني هو E4 E5 نايت F3 نايت C6 والبيشوب B5 شفنا عدة خيارات للاسود هون وبلشنا مبارح بدراسة الخيار F5 واللي هو دفاع شيلمان واللي هو دفاع ضروري تدرسه لانه دفاع عدواني جدا واذا ما كنتم حضره ممكن تغلط فيه غالبا وقالناه هون انه النقلة الخط الرئيسية كانت النايت على C3 طبعا اذا ما شفت الدرس النظري فالافضل انك توقف هذا الفيديو مؤقتا وتروح تشوف الفيديو النظري اللي رابطه بالوصف والان ظهرت الدائرة البيضاء فيك تضغط عليها وتروح مباشرة على الفيديو طبعا هيك رح تكون خططنا بكل فيديو رح نعرض الخط النظري وبالتاني نهار رح ننزل دور جميل جدا رح يكون منقه باتقان لها يكون دور ممتع ومفيد وفيه افكار كبيرة بوسط الدور وبالنهايات لحتى تصير تعرف هالافتتاح كيف ممكن انك توظفه وتستفيد منه بوسط الدور ولكن لحتى توصلك كل هالمعلومات لازم تكون مشترك بالقناة فاذا كنت غير مشترك رجاء اضغط على زر الاشتراك لحتى يوصلك كل جديد طبعا اذا فعلت زر الجرس رح يوصلك تنبيه مباشرة عندما يتم نشر الفيديو وهيك ما رح يفوتك اي شيء ولا تنسوا تدعمونا بالشير ووضع اعجاب على الفيديو ووضع الاعجاب كتير بيشجعنا وبخلي شركة اليوتيوب تعرض اكتر فيديوهاتنا فخلينا ما نتأخر عليكم بالمقدمة ونروح نشوف الدور فخليكن معنا السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف الشطرنج معنا اليوم دور مهم جدا دور جميل جدا كمثال على الرد على دفاع شيلمن ضد طابق الاسباني الديفان اللي درسنا بفيديو مبارح واليوم رح نشوف فيديو عملي هذه المبارحة لعبة عام 1970 خط الرئيسي فتاكس اي نايت تاكس اي دي فايف نايت تاكس اي فايف دي تاكس اي فور ان تاكس سي كوين جي فايف كوين اي تو طبعا لحد الان نحن عم نحكي بالخط الرئيسي اللي درسنا مبارح فلزلك ما معلق على الافتتاح نايت اي ف سيكس طبعا اللاعب الاسود هون رح يتجنب اخذ هاد البيضاء ليش لانه رح يكون بدل نقلة الحصان طبعا لانه رح يكون رد الابيض خارق بنقلك ايش من هون ورح ينتهي امر الاسود فالنقلة الصحيحة هون هي النايت اي ف سيكس اي فور نلاعب الابيض كوين تاكس اي فور هلا هون انا قلت لكم بدرس مبارح انه عندك خيارين اما الاحصان وبتعطي كيش بعدين بتلعب اي فور او في تلعب اي فور مباشرة وهاد الخيار اللي اختاره فشار فلعب عفوا دي فور فلعب دي فور وهيك طالب الوزير كوين ايش فور جي ثري كوين ايش ثري بيشوب جي فايف ولحد الان عم نلعب بي الخط الرئيسي صرنا بدنا الي اي داعش والان اي سيكس من اللاعب الاسود ومهدد الفيل البيشوب على ال اي فور والان البيشوب على ال دي تو منشوف هون وضع الاسود وضع الابيض عفوا دقيق شوي منشوف شو في عنده تهديدات فعنده هاد الحصان مهدد وعنده هاد الفيل وراه معلق غير محمي وهاد الجندي بالوسط ايضا قوي والوزير هون عم يشارك بوضع حدود لحركة الاسود حركة الابيض يعني ممنوع التبييد والوضع الوزير ممكن باي لحظة ممكن ينزل على المربع جي سيفل فكيف رح يتعامل الابيض مع هالموقف الان رح يكسر هاد الحصان طبعا هاد الحصان هو المدافع عن البيضة اي فارح يكسر والان رح ياخد البيضة اي فور مع كيش الملك رح يغطي يروح على ال ايف ايت والان صارت ايضا في عندنا تحديات مثل ما شايفين هاد الحصان لساته مهدد والفيل هاد لساته معلق والان صار في عندنا تهديد هون بالرخ تيجي تربط الوزير على الملك ففي عندنا نقلة واحدة لحتى تحل كل هالتعقيدات وقف الفيديو وحاولت لاقيها الحقيقة هون النقلة هي النايت على ال اي فايف نقلة قوية طبعا عم يضحي بالنايت مع كيش رح ياخد النايت والان الملك على الروك على ال ايف وان وبتعطي كيش للملك والان الاسود الابيض خسر الطعاوة لكن في عنده مبادرة كتير قوية ملك الاسود عالق هون بالوسط وهذا الجندي راح وعمليا الالعات السود غير منتشرة والاسود وزير الاسود بعيد شوي عن المعركة فهون الملك رح يروح على ال اي رح يكسر الفيل هو اطعام مدافعة قوية والملك بياخد على ال دي سيفن والان الالعات بتنزل على ال ايف سيفن مع كيش رح يروح الملك على ال اي ومهدد الرخ والرخ بتاخد البيداء على السي سيفن الان هاد الفيل رح يهدد الالعات وايضا رح يحمي البيداء اي فلزلك الالعات رح تاخد البيداء بي والالعات هون رح تيجي تحاول ان تعمل لعب مضاد على هاد البيداء طبعا اذا نزل نزلت الالعات بعدين ايجا الوزير لهون او لهون ممكن يعمل الاسود لعب مضاد ولكن ما رح يكون معه وقت اللاعب الابيض رح يبيت على الطويل وهي القلعة رح تنزل على اقل بالمعركة مباشرة والان اللاعب الاسود بارتكب الغلطة القاتلة بياخد البيداء ايتش هون على امل انه طبعا يعمل لعب مضاد بالضغط على البيداء سيتو ولكن المشكلة بهاي النقلة انه بعدت الوزير تماما عن المعركة شايفين هاد الوتر مسدود كان الوزير بهذا المربع كان ممكن انه يرجع للدفاع باي لحظة خلال هاد الوتر ولكن النقلة هون حطت الوزير بعيد تماما وخارج المعركة اصلا وهذا الجندي محمي بالوزير مبدئيا فلذلك ما في ضغط عليه بالوقت الحالي فكانت هاي النقلة عطت الابيض اليد العليا بالهجوم على الملك بعيدا عن دفاع الوزير طبعا الافضل هون كان انه بدل هاي النقلة كان يخلي الوزير هون ويجيب الال على هون مثلا بحيث انه تكون على نشاط اكتر وعلى قرب اكتر من الملك وتساعد بالدفاع عن الملك كان ممكن يكون له فرص بالدفاع ولكن هون بعد هاي الغلطة انتهى تماما وضع الاسود وبدقة بلعب فشار النقلات دي تيكس اي فايف والملك على الفيل على الاي سبعة والان مثل ما شايفين تضحية جميلة جدا بالقلعة هون وبياخد الفيل طبعا بعد تضحية الحصان والان تضحية بالفرق صار عنا الفرق قلعة كاملة لمصلحة الاسود طبعا مقابل ثلاثة بيادق ولكن هون الكمبيوتر بيقول فيه عنا مات بسبع نقلات لالابياض فشار راح يلعبها بدقة كبيرة طبعا ما بدقة كاملة كان فيه نقلات افضل ولكن بدقة جيدة جدا كوين بي سيفن كيش كينغ اي سيكس كوين دي سيفن كيش كينغ اي فايف وكوين دي فايف كيش طبعا تشوف الابيض عنده مبادرة قوية وطاع الاسود كله خارج اللعبة رك ايف 원 كيش كي جي سيكس كوين اف 5 كيش كينغ اي سيكس كوين اي سيكس كيش كينغ اي دي فايف رك ايف فايف كيش كينغ جي فاور والآن رك ايف فاور كيش كينغ جي سري والآن كوين جي فاور وكيش ما توهيك برباح فشار بهذا الدور هذا هو كان الدور إن شاء الله يكون عجبكم انتظرونا غدا بنفس التوقيت تقريبا لحتى ننشر الجزء الثاني من تعليم الافتتاح الإسباني نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله